إيه حكاية الحدوتة بالحاجات اللي احنا نعرف ونطمن من ولدنا على يومهم من خلالها ونديهم أفكار بدل ما نفضل لقناهم اعمل كل اشرب اخسل أسنانك ما تتخنقش مع الناس ما تتنمرش نقدر نعمل ده من خلال الحدوتة؟ ده مية في المية ده مية في المية يعني بصي الحدوتة أداة مهمة جدا وقواية جدا لدركة أن بتوع التسويق والبيزنس دروقتي دروقتي بقوا بيستخدموا الحدوتة علشان يوصلوا للعملاء بتوحهم فقد كده الحدوتة قوية وأداة خطيرة في أن أنت عايزة توصلي أي حاجة وصليها بالحدوتة مبالك بقى الأطفال الأطفال الحدوتة بالنسبة لهم هو أول حاجة بيشبوكوا معاها البطل أنا عايزة بقى زي البطل ده فالبطل ده هيعمله أنا عايزة أعمله فأنا كأم أنا عايزة أوصل حاجة لابني عايزة أعلمه حاجة عايزة أقوله حاجة على فكرة ساعات ببقى أنا كأم عايزة أقول حاجة لابني بس مش عارفة أقولها دايريكت خلول بيعاقب اللي أنا عايزة أقوله من جوية مش عارف أقوله لابني فبسكت لا استخدمي الحواديد بقى لأنه أنت مش محتاجة تقولي حاجة بقى هو البطل اللي هيقول فأداة خطيرة خطيرة والأمهات بتستخدمها لدرجة الساعات بحس أن الأمهات بيستخدمها بطريقة غلط يعني لما بيكتشفوا قد إيه أنه الحدوتة بتأثر في الولد لأن أنت الثاني يوم على طول هتشوفي بيخوفوهم مثلا لا يعني الأطفال أسكية قوي لا الأطفال أسكية قوي 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 فهو أنت ونهو صغير لو فضلت على طول أنت عايزة تعلمه حاجة فتحطها في الحدوتة فتحطها في الحدوتة لما يكبر شوية مش بعايزة تسمعك خلاص أنت عايزة تطور وسحر الحدوتة بالضبط فهي الزكاء أن أنا أعرف أستخدم الحدوتة بقوتها دي بس كمان أدونات أوفريوزت يعني أنت عارفة كل حاجة كثير منها يعني بيقول يعني اللي هو كل بحاجة زادت عن حدها تقلبت ضدها فخلينا دايما نستخدم الحدوتة بزكاء لأن الحدوتة مش بس الهدف منها أن أنا أعلم حاجة ساعات عايزة زي ما أحضركم تقولي من شوية أن أنا عايزة أسمعه فبفتح بس حدوتة فهو يبتدي يحكي لي مثلا عن حاجة حصلت في المدرسة عن كده فبرضو ممكن تستخدم حدوتة في كده وممكن الحدوتة تبقى بس عشان أنا عايزة أعمل كواليتي تايم أو وقت التقارب ده اللي بيني وبين إبني لأن هي على فكرة في الأول في الآخر بعد ما أعدي أيام الدراسة والأيام الصعبة لا بتعديش لا بتعدي بس على فكرة في الآخر الولاد بيفتكروا معنا إيه هي اللحظات الحلوة اللي بتبقى لهم يقولك آه ماما كانت بتحكي لي زي ما أنا بقول على والدي آه كان بيحكي لي حواديته أنا صغيرة هو ده اللي بيبقى مع أولادنا مش الصحيان الصبح واللانش بوكس هل ممكن أقرأ هو بيفكر في إيه من خلال أسئلته داخل الحدوتة؟ طبعا